We must destroy the remaining Hamas battalions in Rafah اليوم في الشهر السادس يقف نتنياهو ليقول إن لم نذهب إلى Rafah فقد خسرنا الحرب Israel will win this war no matter what اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هي ثقافة القرآن هي ثقافة الصبر والتوكل والاحتساب والثقة بالله سبحانه وتعالى على كل حال ما يجري حتى اليوم خصوصا في غزة هو درس عظيم لكل البشرية ولكل شعوب العالم وحجة إلهية على كل شعوب العالم إلى جانب التضحيات الجسام يجب دائما أن نؤكد على الإنجازات العظيمة التي حققها توفان الأقصى وما بعده من 27 إلى اليوم وإنجازات استراتيجية تمس أصل وجود هذا الكيان وبقاء هذا الكيان ومستقبل هذا الكيان ومقدرات هذا الكيان وأشرت لها في خطب سابقة فلا أغويت بمعزل عن الموضوع التكتيكي اللي بيكون طالع نازل لما منوح على المظرة استراتيجية حتى اكتبار خبراء العدو وسلمون بالخسارات استراتيجية التي تحدثنا عنها في خطب سابقة ويتحدث عنها سابقة يجب أن يتسرى المساعدة الحمسية في رفع إنه لا إنه لا حمس سترى أدعاء ردع ونقفل ونقفل قضاء ثم نتعود إلى صفحة واحدة وهذا مطابق طريقة لا يستمتع لا يستمر سنقفل قضاء حمس خفرنا جميعنا ونحن أن غزة لا تأخذ أسراد إلى إسرائيل مرة أخرى. ننفع العمل في رفاق ونحن أن نستطيع المنزل 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 لتحركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر